أولا نحن نشكر الوزارة الداخلية على تنظيمهم حق عملية اقتراع في الانتخابات أيضا وزارة العدل تنظيم عملية اقتراع لداخل اللجان كل الشكل لهم على هذا التنظيم الجيد طبيعي في الانتخابات حتى في مجلس الأمة ومجلس البيض الساعات الأولى تكون ساعات هادية يوم إجازة والناس توها قاعدة من النوم فعملية ستكون هادية هي من الطبيعي لكن بعد الساعة مثلا تنعيش الظهر كذا تبدي الناس تتسارع في عملية اقتراع وتتواجد في المدارس للانتخابات المجلس البلدي في طبيعة الانتخابات المجلس البلدي هي دائما انتخابات هادية هدوء نسبة الحضور طبعا هي تختلف عن نسبة حضور مجلس الأمة دائما المجلس البلدي نسبة الحضور ما تتجاوز من 18 إلى 22% هي نسبة حضور فانت راح تشوف دائما عملية اقتراع من الساعات الأولى يعني انتهاء وقت الاقتراع هي هدوء لكن فيه اوقات يستير فيه تكاثر يعني لكن هي اصلا بشكل عام هادية القبلية والطائفية والحزبية وهذا هو بالنهاية كيان مجتمع الكويتي هو نسيج من مجتمع الكويتي طبعا فيه ناس عندها هذا الامر انه والله يعني حكم العاطفة العلاقات الاستماعية هذا لكن نسبة كبيرة من المقترعين في كل الانتخابات لا ينظروا لها نظرة الديمقراطية من الأفضل نشوفها من اللي نتمس من الخير من الرجل اللي فعلا يكون هو مهيئ لهذا المقعد دائما أنا معه نشوفه هو الأجدر لهذا المكان هو الأسطح لهذا المكان هو فعلا الشخص اللي يناسب ان يمثلنا في هذا المكان في الدائرة الثالثة انا توقعتي اللي راح يكون الأول هو تقريبا واصل رقمه من الـ 2200 الى 2400-500 يتراوح هذا الامر طبعا هو متوقع طبعا لكن اذا منسبة للاقتراح انزلت انا اتوقع من 1800 الـ 2200 ترجمة نانسي قنقر